طبقة من الجليد تتكون بعض العاصفة لتمشي عكس التيارات السياسية حيث طبقات الجليد تذوب بالحوار ولقاءات المرجعيات الكبرى من عون الحرير إلى الحرير بر ومن حوار حزب الله المستقبل إلى ورقة القوات والعونيين لكن طبقة وزارية تشكلت فوق الإسمنت السياسي وفاجأت الجميع لتبني ما سيتعارف على تسميته جبهة إنقاذ الجمهورية ثمانية وزراء ثلاثة من الكتائب ثلاثة من كتلة الرئيس ميشيل سليمان والوزيران بطرس حرب وميشيل فرعون أصبحوا في تجمع واحد من شأنه أن يلغي البيض من الحكومة ويرجح كفة القبان وزير العمل سجعان قزي كشف خطة العمل وتحدث إلى الجديد عن اتصالات تجرى بين الرئيسين أمين الجميل وميشيل سليمان لفك أسر لبنان من الاستفافات العقيمة حيث عقد اللقاء الأول بين الوزراء يوم أمس في اليرزي وينتظر أن يتم اللقاء الثاني في منزل جميل الأسبوع المقبل وسير العمل في اللقاءين هو عدم المس بآلية مجلس الوزراء في الوقت الحاضر لكن رسالته الأولى تطلق الصرخة أننا هنا وبإمكاننا كسر حدة الرقمين تماني وأربط عشر أذار نحن كتلة وسطية ستمنع خطف القرار ومصادرة القرار الحكومي كتلة تكسير البيض السياسي من شأنها أن تشكل صفعة إيجابية تعيد ضخ الروح في الجسم الحكومي الميت وهذه الكتلة توجه الرسائل في غير اتجاه لسيما للذين يتفقون مسيحيا على حساب المسيحيين وكأنهم غير مقررين في الشأن الرئاسي على ضفة كتلة اليرزي بكفية فأن الحوار بين المستقبل وحزب الله لا يكاد يفارق لقاءات الحريري الذي ينام ويصح على التمسك به وهو لا يلقى إلا كل إيجابية من محاوريه فيما يصطدم بإطلاق الرشقات على الحوار من بيته الداخلي ففيما يلاحق وزير العدل أشرف ريفي مطلقين نار في المناسبات فأنه شخصيا لا يوفر مناسبة إلا ويرمي مشطا ناريا سياسيا على الحوار وحزب الله ومشاركته في سوريا التي تأخذ لبنان إلى الانتحار ريفي منقطع النظير على الصحف الخليجية يوزع تصريحات وآراء وقرارات اتهامية فيما الرئيس فؤاد السنيورة يصطنع الهجوم نفسه لكن في قالب دستوري متهما عون وحزب الله بتعطيل الانتخابات الرئاسية من دون الالتفات إلى المعطل الأول والمرشح للمرة العشرين سمير جعجع فعلى من يطلق السنيورة وريف الرصاص وهم حكما لم يصيدا إلا زعيم كتلتهما ويعطلان حلمه باستكمال الحوار فالحريري أكثر من يدرك أن لا بديل من التحاور وإلا أصبحت البلاد كاليمن عندما عبأ الحوثيون فراغ الرئاسة هرب الرئيس اليوم من صنعائه ورئيسنا مهرب من بعبداه لكن كلا البلدين محكوم عليه بالحوار ترجمة نانسي قنقر